اشتركوا في القناة في الآية وأن أولئك القوم الموصوفون بهذه الصفات العظيمة ممن يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وينفقون مما رجقهم الله سبحانه وتعالى ممن يقيمون الصلاة ومما رجقناهم ينفقون مع الصفات الأخرى في الآيات الأخرى من كونهم يؤتون الزكاة والزكاة تقرن بالصلاة كثيرا لكن في هذه الصفات العظيمة أو هذه الصفات العظيمة ختمها سبحانه وتعالى بقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فجعل أهل الإيمان بالغيب الذين يقيمون الصلاة ومما رجقهم الله سبحانه وتعالى ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون في إيمان باطن وعمل ظاهر فجمعوا بين الإسلام والإيمان ما إحسان في العمل فكان لهم أعلى مقامات الدين وهو الإحسان والله سبحانه وتعالى يعين من كان على هذا السبيل وأعظم المجاهدة المجاهدة في الإتيان بالأعمال الصالحة والمجاهدة الحقيقية هو في إخلاص العمل كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أن المجاهدة تأول إلى الإحسان والإحسان في كل الأعمال فالعبرة بحسن العبادة لا بكثرتها ومن أعظم الإحسان هو إحسان التوحيد والعقيدة حسن الظن من حسن العبادة هذا قانون أولئك على هدى من ربهم أي هم متمكنون من الهدى مثلهم بمن كان على شيء مستويا عليه فوقه راس عليه فهذا هو الثابت على الهدى أولئك على هدى من ربهم فهو يبصر بنور الهدى بخلاف أبدادهم في الظلمات يعمهون ويتيهون أما هؤلاء أولئك على هدى من ربهم ثم قال وأولئك هم المفلحون وذكر جبلة ثانية من مبتدأ وخبر أولئك هذا المبتدأ على هدى من ربهم ومتعلق الخبر والخبر متعلق الجار والمجرور فهم على هدى مستقرون ثابتون عليه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هم قيل إنه ضمير فصل أو ضمير عماد كما يقول أهل الكوفة والمراد به التأكيد والفصل لأجل أن يحصل بين الصفة والخبر وقيل إنهم مبتدأ ثاني أولئك هذا مبتدأ الأول وهم مبتدأ ثاني والمفلحون خبر المبتدأ الثاني وهم المفلحون المبتدأ والخبر في موضع رفع خبر المبتدأ الأول إعرابان مشهوران في تفسير القرآن وإعرابه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفلاح كلمة عظيمة الفلاح كلمة عظيمة قال العلماء ما معناه أنها تدل على الظفر والفوز والنجاة والسلامة في الدنيا والآخرة ولهذا الصحابة رضي الله عنهم من فقههم كانوا يقولون لما صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاث ليالي وأربع ليالي كما حدث بذر قال في الليلة الأخيرة حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح الفلاح هنا هو السحور لأن السحور فيه عانة وبقاء للبدن وقوة للبدن على أدى هذه العبادة كذلك الفلاح والظفر الفلاح الذي هو الظفر والفوز يكون بالأعمال الصالحة فيبقى له هذا الفوز بجميع هذه الأوصاف العظيمة والفلح في الأصل الشق في الأرض ومنه سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض بالمسحات وهذه المادة إذا كانت فاؤها وعينها فاؤها فاؤ بنفس فلاحا وعينها لاب يعني اتفقت فاؤ الفعل ونفس الحرف الذي في أول الفعل فلاحا فكل فعل أوله فاء أو فاؤه فاء وعينه لام يدل على الشق منه فلج تقول فلج بحجته ويقولون من أدلى بالسنة فلج ما معنى فلج يعني أنه سار وغلب خصمه بالسنة وهذا مثل ما تقدم معنا في كلمة أمس ما هي كلمة أمس التي كلمة أمس كلمة في نفق ينفقون ولها نظائر لها نظائر كما تقدم أن الفاء والعين للفعل إذا كانت نون وفاء تدل على النفاذ والخروج هذه كذلك أيضا تدل على هذا المعنى من فلح أو فلج أو فلا مثل أو فلا مثل 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 فلا هل هي مثلها اشتقلهم في فلا فلا هذا ثلاثي أو ثلاثي هذا ها وين الحق الثالث المضعف مشدد أصله ماذا فللا أصله فللا فافاؤه وعينه فاء ولا أفل يعني حله من طيه تقول فللت الشيء أو القيد حللته ماذا من طيه فهو في معنى مادة فلحة فالمعنى تتفق في أصل المعنى وإن كان نفس المعنى فيه زيادة في بعض الألفاظ لكن يتفق في أصل معنى يسمى المتواطع يسمى التواطع التواطع في الأصل وقد يجيد في هذا ويكون هذا موافقه في بعض معنى ويجيد عليه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بهذه الصفات العظيمة في خمس آيات ذكر صنفا مقابلا لهم بغد صفاتهم لكنه مظهر للكفر معلن بالكفر في آيتين فالله سبحانه وتعالى ذكر في سبع عشرة آية هؤلاء الأصناف الثلاثة ذكر وقدم أفضلهم بل هم أصحاب الظفر والفوج وهم أهل الإيمان في خمس آيات ثم ذكر الكفار في آيتين ثم ذكر المنافقين في ثلاثة عشرة آية تكون كم يعني سير أكثر يعني نعم نحو من تشع عشرة يعني فقال سبحانه إن الذين كفروا شواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فقال إن أكد سبحانه وتعالى أكد لقوله إن الذين كفروا فتأكيد لحالهم إن الذين كفروا والكفر هو الشتر والتغطية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشا ولهم عذاب عظيم فقال سبحانه إن الذين كفروا شواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم والهمجة هذه همجة التشوية التي تشبق أم يقال أأنذرتهم أم لم تنذرهم ثم قال قبل ذلك إن الذين كفروا إن أكد هذا الموضع بقوله إن الذين كفروا والكفر ما هو هو الشتر والتغطية ومنه سمي الليل كافرا لأنه يغطي بظلامه ما فيه وسمي البحر كافرا أيضا لأنه يغطي ما فيه وله تشميات كثيرة في كل ما شتر ومنه قول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها أي شتر النجوم غمامها وهي السحاب إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبيّن ذلك في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهذا يكون الوقف على قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أحسن عند كثير من القراء ويبتدأ وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هذا الصنف صنف ظاهر صنف بيّن واضح معلن بالكفر ولهذا ذكره الله في آيتين ولما كان النفاق الذي يستتر به صاحبه وكان أهله يلبسون ويدخلون مع المسلمين ويظهرهم الإسلام ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم وصلا في آيات ثلاثة عشرة آية قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هذه تسمى همجة التشوية وأم تأتي بعدها أم وتسمى أم المعادلة لأن ما بعدها معادل ما بعدها معادل لما قبلها يعني يستوي الإنذار وعدمه سواء عليهم ولهذا قالوا إن هذه الهمجة مع سواء تؤول الفعل بمصدر وإن لم تكن حرفا مصدريا المصدر الفعل يؤول بحروف ما ولو كي مجموعة من حروف نحو أربع حروف المقصود أنه ومنه هذا الموضع أيضا همجة التشوية كما هنا التي تكون في هذا السياق مع قوله سواء عليهم والمعنى سواء عليهم إنذارك أو عدم إنذارك هذا المصدر سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وذلك أنه طبي على قلوبهم وختم على قلوبهم فلا ينفع إنذارهم لكن ليس المعنى أنه لا ينذرهم لا يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك بلاغ فهليه لك إلا القوم الفاسقون قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ وقال سبحانه رسلا مبشرين أو منذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فلابد من البلاغ ولابد من الإنذار وقال سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر فالإنذار هو عمل المرسلين عليه الصلاة والسلام رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مبشرين ومنذرين لكن المقام إذا كان مقام تخويف يكون الإنذار ولهذا قال سبحانه إن الذين كفروا سواهم عليهم أنذرتهم لأن الواجب حين يكون هذا موقفهم إنذارهم وتحذيرهم والإنذار ما هو الإنذار هو تخويف تخويف في حال مع السعة تخويف مع السعة يعني يكونوا مع السعة في الوقت وقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ممن طبع الله على قلبه وكانت خاتمته وعمله على هذا الوصف وذلك أنهم أعرضوا عن الهدى جزاء وفاق وما ربك بظلام للعبيد لأن هؤلاء الكفار أعرضوا عن الهدى فلما جاغوا أجاغ الله قلوبهم وقال سبحانه ونقلب أفئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فهم ردوا الحق و صدوا عنه من يريد أن يسلم فلهذا كان عاقبة ذلك أن تتابعت هذه المصائب في قلوبهم وهذه الذنوب العظام حتى ختم على قلوبهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ففي تسرية للنبي عليه الصلاة والسلام تسرية له ألا يحجن عليهم إن عليك إلا البلغ أنذر وبشر وحذر فمن أقبل فلنفسه ومن أبى وعصى فعلى نفسه جنى فليس عليك إلا البلغ ولهذا قال سبحانه لا يؤمنون وفي هذا تسلية عظيمة له عليه الصلاة والسلام وبين شاب ذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الختم هو الطبع على القلوب والختم هنا ختم على قلوبهم حقيقة وكما يكون الختم من الخاتم حسيا يكون حسيا بأن يختم الكتاب مثل الكتاب المختوم ورسالة المختومة هو نحو ذلك وكذلك الصندوق المختوم أي شي يختم يعني نعرف أن هناك أشياء تختم فإذا ختم في هذه الحال أقفل فلا يخرج منه شي ولا يدخل إليه شي لأن عليه ختم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكتب إلى الرؤساء والملوك في قصة وأنهم ذكروا له أن أقواما لا يقبلون إلا كتابا مختوما فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام وذلك أن الختم استيثاق في هذا المكتوب والمعنى أنه انتهى هذا المكتوب وختم عليه فلا يزاد عليه كذلك هؤلاء ختم على قلوبهم وعلى شمعهم وعلى أبصارهم غشاوة قال سبحانه وختم على شمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فدل على أن الختم على القلب والسمع وفي الآية الأخرى ختم على شمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فدل على أن الختم على هذين المدخلين القلب وعلى الشمع والبصر عليه غشاوة وهذه منافذ منافذ العلم والانتفاع سماع الحق والإيمان به هذه المنافذ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا السمع والبصر والفؤاد هذه هي المنافذ التي تكون محلا للإستماع والفهم والتلقي لكن من شدت عليه هذه المنافذ عياذا بالله بسبب سوء أعماله بسبب إعراضه فكان الختم على قلبه فلا يدخل إليه خير ويختم عليه على ما فيه من الشر عياذا بالله من ذلك ختم الله على قلوبهم وعلى شمعهم ذكر القلوب بلفظ الجمع وكذلك السمع ختم الله على قلوبهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى ابصارهم القلوب يعني اختلف التعبير في قوله على قلوبهم وعلى سمعهم ذكره في السم بلفظ المصدر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم جمعها عليها غشاوة وهذا مناسب للأبصار أن عليها غشاوة فقيل لأن المسموع يكون شيئا واحدا فالإنسان حين يسمعه مرة واحدة لكن البصر قد يوجهها هنا وقد يوجهها هنا له اختيار في النظر إلى هذه الجهة وله اختيار في النظر إلى هذه الجهة فلهذا ذكره بلفظ الجمع بخلاف القلب ما يتعلق بالقلب والسمع فالسمع حين يأتي الصوت ليس له فيه اختيار يسمعه سواء كان عن يمينه أو عن شماله أو من أمامه أو من خلفه بخلاف البصر فإنه باختياره قد ينظر إلى هذه الجهة ويصرف بصره عن هذه الجهة ولهذا جمع في قوله وعلى أسماعهم غشاوة على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهذا هذه الجملة تبين من مبتدأ وخبر أنهم في عذاب عظيم والعذاب العظيم الذي يكون في الآخرة وكذلك ما يكون في الدنيا بسبب إعراضهم عن دين الله هذا في وصف الكفار وحالهم ظاهر لا يخفى على أهل الإيمان ولهذا لما ذكرهم سبحانه وتعالى قال سواه العظيم أنذرتهم أم لم تنذرهم وهل هم كفار مخصوصون أو جنس الكفار قيل إنه لكفار مخصوصين من رؤساء الكفر من اليهود وكذلك غيرهم من كفار في مكة ولأن هذه الآية مدنية والأظهر أنه عام لجميع الكفار كل مثلا يعني بمن علم الله سبحانه وتعالى أنه يموت على الكفر وأنه لا ينفعه الإنذار لأن الله ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وذلك أنهم ردوا الحق وصدوا الحق وأعرضوا عن الحق كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فكانوا يُعرِضون عن الذكر يُعرِضون عن سماعه بل ويصمون أسماعهم عنه فكان عاقبة أمرهم كذلك جزاءً وفاق أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ولهذا يحذر المرء من صفات هؤلاء والله سبحانه وتعالى يذكر صفات الكفار والمنافقين لنحذرها وصفات أهل الإيمان لنمتثلها ونعمل بها فيذكر الشيء ويذكر ضده ولذا يجتهد الإنسان في صحبة أهل الخير ومجالسة أهل الخير ولا يعرض عن مجالس الذكر ومجالس الخير ولهذا في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في المسجد مع أصحابه فأقبل ثلاثة نفر فأقبل إثنان وذهب الثالث فقال عليه الصلاة والسلام يا أصحاب ألا أخبركم عن هؤلاء النفر الثلاثة قالوا نعم يا رسول الله فأقبل إثنان فجاء أحدهم فوجد فرجة في الصف فجلس فيها وجد فرجة فدخل في هذه الفرجة كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على القرب وكانوا يتراصون في صلاتهم وفي جلوسهم في الحلق فوجد فرجة فجلس فيها في فضل الدنو والقرب فضل الدنو والقرب من مجالس الذكر قال فوجد فرجة فجلس فيها وأما الثاني فجلس خلفهم جلس خلفهم ووجد فرجة وأما الثالث فأعرر مشى مر بالحلقة وأعرر فقال عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك ألا أخبركم عن هؤلاء النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى فآواه الله من هو الذي آوى الذي وجد فرجة وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه الذي استحيا نزاح فجلس خلفهم وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه وهذا إذا كان العراض عن حلقة قصدا وإلا قد يكون قياهم الحلقة بغير ذلك لكن هذا قد يكون من المنافقين فالله أعلم فالله أعلم ينظر كلام الشراح عليه ففي هذا أنه يشرع الإقبال على الذكر ومجالس الذكر لأنها من أعظم أسباب الخيرات ومن أعظم أسباب البركات حتى في تيسر الأعمال وتيسر الأمور ثم قال سبحانه في ذكر صنف ثالث هو في الأصل من جنس الكفار اعتقادا باطنا لكن أمره خفي فهم أشد ضررا على الإهل الإسلام من الكفر الصراح قال ومن الناس لبعض من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هؤلاء المنافقون المنافق مأخوذ من النافقاء النافقاء يقول أهل اللغة إن اليربوع له نافقاء وله قاصعا له نافقاء وأن له مدخلان جحران جحر يدخل منه وله مخرج آخر لكنه ليس مفتوحا يحفر في الأرض حتى يصل إلى قريب من القشرة العليا من الأرض لا يبقى إلا قشرة ضعيفة فيبقى في جحره هذا جحر له باب مفتوح يدخل منه ويخرج لكن هذه القاصعاء وهي التي ليس بينها وبين الفضاء إلا قشرة رقيقة حفرها لماذا يعني للطوارئ لما يطرأ عليه يجاءه الخطر أو دهمه الخطر يستعملها ماذا يفعل لو خشي مثلا أن يصاد في جحره خرج من هذه القاصعة فضربها برأسه فانفتحت ثم هرب فالذي يأتي الجحر لا يدري ولا يدري أين يخفض فيخرج منها كذلك المنافق هو كذلك ملتوي لا يظهر من حاله ما يبين نفاقه ما يبين كفره الباطن فيتلون يأتي أهل الإسلام ويشاركهم في صلاتهم شاركهم في مجالس فنحن مسلمون نحن معكم ويشاركهم في المغانم ويشاركهم المقصود أنه يشاركهم بظاهر الإسلام ويخادع كما سيأتي في الآيات إن شاء الله ولها قال ومن الناس الناس قيل أصله أناس أناس وقيل أصله من النوس من نوس وهو التحرك لأن الإنسان يتحرك ويذهب ويجي وقيل من الأنس لأنه يعانس غير اختلف في اشتقاقه فليقل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يخبر يقول آمنا يقول ذلك ويظهره آمنا بالله وباليوم الآخر لكن الله سبحانه وترد ذلك عليه وقال وما هم بمؤمنين نفاه عنهم نفيا مطلقا بل هم مكذبون في الباطن مظهرون للإيمان مبطنون للكفر وما هم بمؤمنين النفاق لم ينجم إلا في المدينة لم يكن في مكة نفاق لم يكن في مكة نفاق ولم يكن النفاق إلا في المدينة بعد معركة بدر الأوس والخزرج رضي الله عنهم كان منهم أناس من الأوس والخزرج منهم منافقون منهم منافقون لكن عامتهم أسلموا وآمنوا إيمانا صحيحا رضي الله عنهم فكانوا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل إسلامهم قد اجتمعوا على أن يتوجوا عبد الله بن أبي بن سلول رئيسا وملكا عليهم وقد أجمعوا أن يجعلوا له العصابة والرئاسة والولاية عليهم وكان ينتظروا ذلك فلما من الله على الأوس والخزرج بالإسلام فذهب إلى النبي عليه الصلاة ثم رجعوا إلى المدينة انشغلوا عن عبد الله بن أبي وانصرفوا عنه فعند ذلك وقع في نفسه غيظ وحقد على الإسلام ولم يظهروا قبل بدر وقع في نفسه كيد وغير وجعل يدبر في الكيد للإسلام وأهله فلما نصر الله الإسلام في الفيصلة في معركة بدر قال لأصحابه المنافقين الذين معه الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية ومن الناس من يقول أمنا بالله باليوم الآخر قال لهم بعد بدر وظهور الإسلام إن هذا أمر قد توجه كانوا في أول أمر لم يظهروا النفاق كان كفرهم ظاهرا لكن بعد بدر قال لهم هذا أمر توجه فأظهروا الإسلام أظهروا الإسلام فأظهروا الإسلام نفاقا وله قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هذا الإيمان الظاهر يخاله كما يقول ابن جري جماعة يخاله باطنه ظاهرة ومدخله مخرجة وحضوره مغيبة فهو مخالف في كل شيء لأنه منافق كالذي دخل في النفق فلا يرى وكالذي يدخل من مكان ويخرج من مكان فلا يعلم ولا يظهر حاله لكن الله سبحانه وتعالى بين أحوالهم وفضحهم سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم يظهر الحال في كلام مبسوط لأهل العلم في معاملة المنافقين في زمانه وورد الأخبار في هذا وسبب ترك النبي عليه الصلاة والسلام لهم في المدينة فلهذا كانوا يخادعون ولهذا قال سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا هم يظنون أنهم بهذا يخادعون الله وأن الله لا يعلم حالهم يخادعون الله والذين آمنوا والمخادعة من الخدع والمخدع وأصله الشيء الخفي وأصله الشيء الخفي ومنه الأخدعان الأخدعان العرقان المستبطنان في العنق في باطن العنق سمي الأخدعان لخفائهما ومنه المخدع ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أمي سلام رضي الله عنه صلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها المخدع هو المكان الذي في أقصى البيت الذي يكون خفيا لا يطلع عليه والحجرة المكان الذي يكون ظاهرا في وسط البيت مثل ما يسمى الصالة مثلا الآن ونحو ذلك والمعنى كلما صلت إذا صلت في المكان الخفي صلت في هذا المكان يعني لا لا أحد يراها وأين فلانة لا يدرى حتى يبحث عنها أنها في ذاك المكان الخفي بخلاف ما إذا كانت في وسط البيت مثلا فهذا شيء ظاهر فلهذا سمي سمية الخديعة بذلك يخادعون الله والذين آمنوا أيضا هم يأتون إلى أهل الإيمان يظهرون الإسلام صلون معهم ربما شاركوهم في بعض أمورهم حتى يكسبوا إما يكسب منها للإسلام وينتفع مما ينتفع منها الإسلام نفاقا خادعون الله والذين ويخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يشعرون ذكر هنا قوله سبحانه وتعالى وما يشعرون المشاعر هي الأحاسيس والأشياء الظاهرة وقد تكون في الأشياء المعنوية قد تكون المشاعر في الأشياء المعنوية وتكون أيضا في الأشياء المحسوسة ولما كانت هذه المصانعة أو كانت هذه المخادعة قد بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم يخادعون الله والذين آمنوا وأن أمرهم يظهروا ويتبينوا بفلاتات ألسنتهم وتصرفاتهم وذا بهابهم ومجيئهم فيكون كالأمر المحسوس أو أن المعنى وما يشعرون وما يشعرون أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ويظهر ذلك ويبينه لأهل الإيمان وهم غير شاعرين بذلك فيفتضحون بذلك قال يخادعون الله والذين آمنوا فخداعهم باطل وخداعهم كفر والله سبحانه وتعالى قابلهم بهذا الخداع مقابلا لخداعهم كما قال سبحانه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فهذا مقابل كيد الكفار ومكرهم فهو بهذه الجهة والمقابل يكون كيدا محمودا ومكرا محمودا في مقابلة مكرهم وكيدهم كذلك هذا الخداع يكون مقابلة مقابلة لخداعهم وما يترتب عليه من الضرر فيعود وبال خداعهم عليهم فلا ينالون مقصودهم ثم يأولون إلى أشد العذاب والعياذ بالله ولهذا يقال إن هذا الوصف لله سبحانه وتعالى على حقيقته على جهة المقابلة بخلاف مثلا من أراد أن يتأول فكما قال سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا فقال إنهم يخادعون الله لكن رد ذلك عليه ويخدعون إلا أنفسهم فمن خادع الله فهو المخدوع ومن حارب الله فهو المحروب فعليه يرفق بنفسه وعليه أن ينظر في حاله ولهذا بيّن بعد ذلك صفة أخرى لهم في قلوبهم مرض فجادهم الله مرض أيضا بيّن أن سبب النفاق الذي في قلوبهم أنه بسبب مرض في قلوبهم وله قال فجادهم الله مرض في قلوبهم مرض قدم الجار والمجرور في قلوبهم في قلوبهم مرض وهم تعلق الخبر ولذا أخرى فكأنه محصور كأن المرض في قلوبهم وحدهم ومخصوص بهم وأن هذا هو المرض المهلك القاتل وهو مرض القلوب وسمي النفاق مرضا لأنه يضعف الإيمان بل يبطل الإيمان كما أن المرض الحس يضعف البدن فالمرض المعنوي يهلك الدين ويهلك يهلك ما ادعاه من الدين ويبطله فهو يدعي دينا ويدعي إيمانا لكنه إيمان باطل ويقاش عنه وما هم بمؤمنين فهو يضعفه حتى يهلكه هذا المرض قد يكون مرضا دون المرض المهلك إذا أدخل في النفاق النفاق العملي لكن هنا المرض الذي هو مرض الكفر المبطن الاعتقادي النفاق الاعتقادي وأنه قال في قلوبهم مرض فجادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أشجل الله عليهم سبحانه وتعالى هذا الوصف وأنهم وأنهم يكذبون ويكذبون كما في القراءة الأخرى فهم يكذبون في ادعائهم وسبوا ذلك أنهم مكذبون للحق وإن أظهروا الموافقة فحقيقة أمرهم المخالفة والنجاع في قلوبهم مرض فجادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون عذاب العذاب هو كل ما يمنع الشيء أصل العذاب في الأصل هو المنع ومنه الماء العذب الذي يمنع العطش أو يقطع العطش والعذاب يمنع راحة البدن ودرجات تختلف وأعظم العذاب عذاب المنافقين والكفار في نار جهنم ولهذا قال النبي عليه الصلاة السلام السفر قطعة من العذاب فإذا فرغ أحدكم من سفره أو حاجته فليعجل الرجعة إلى أهله أو فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجعة إلى أهله لأنه سمى عذاب لأنه يمنعه مما كان متمتعا به أو مما كان يعمله قبل ذلك في سفره فسماه قطعة من العذاب في قلوبهم مرض فجادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وهذا الوصف لهم هم مستمرون فيه وليقال أتى بصيغة الفعل المضارع ذلي على استمرارهم في الكذب على ما هم عليه فكانوا يلقون أهل الإيمان ولا يصدقونهم بل يظهرون لهم الموافقة على الإسلام وفي حقيقتهم عداوة أشد من عداوة الكفار قال سبحانه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فبين سبحانه وتعالى هذا الأمر لأهل الإيمان وأن فعلهم هو غاية الفساد في الأرض ولهذا قال لا تفسدوا في الأرض هذا يبين أن صلاح الأرض بالإيمان والتقوى وأن فسادها بغد ذلك بالكفر والمعاصي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فهذا هو حالهم وهذا هو وصفهم وأنهم يسعون في الفساد ولها قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من الكفر والمعاصي فصلاح الناس واستقامتهم بالدين فلا تصلح أحوالهم إلا باتباع أمره سبحانه وتعالى واجتناب نهيه أما هؤلاء فقلوبهم منتكسة هم يقولون إنما حتى من شدة غيهم وظلالهم أنهم حصروا الصلاح قالوا إنما نحن مصلحون نسعى في الصلاح فجعلوا عين الفساد صلاحا ولا شك أن هذا فساد مبين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون رد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك وأبطل قولهم أنهم المفسدون حقا وهم الضالون حقا بل فسادهم أعظم من فساد الكفار وذلك أن الكافر أمره ظاهر واضح بي أما المنافق فإنه يتلون كالحربة فيظهر الإسلام ويظهر الإيمان وينخدع به من يخدع لأنه أناس من الأوس والخزرج وهم يجالسون أهل الإسلام المتحققين به فقد يكون مثلا شخص منافق في هذه الدار وله مثلا قرابات وله إخوان ومع ذلك لا يعلمون حاله فيرونه على حال يقع ريبة فلا شك أن هذا يحصل به ضرر عظيم ولهذا أعاد وأبدأ سبحانه وتعالى في بيان شرهم وفسادهم ولهذا قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون هم المفسدون ضد ما ذكروا من الصلاح هم وحدهم المفسدون وقال ولكن لا يشعرون وفي هذا مثل ما تقدم في نفي الشعور عنهم لأن الفساد أمر ظاهر وإلا خفي الفساد في الأرض يعني حين يقع الفساد بالكفر والمعاصي أمر ظهر وليقع سبعا ظهر الفساد في البر والبحر ظهر فلما كان الفساد أمرا ظاهرا قال ولكن لا يشعرون لأنه يتعلق بالحواس والمشاعر فليقال لا يشعرون مع أنه قد يكون بالمعاني وليسمي الشاعر شاعرا لدقة فهمه للمعاني من الشعور مأخوذ من الشعر لدقته ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفاء ألا إنهم السفاء أولا لكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا قيل له إذا إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان يقولون خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو يعني اسم شرط لكنه لا يعمل له شرط وجواب ولهذا جملة إذا قيل هذا الفعل المبني وفعله مستر فيه في محل جر بإضافته إلى إذا لأنه خافض لشرطه وشرطه هذه الجملة إذا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض جوابه قالوا إنما نحن مصلحون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون ثم قال وإذا قيل لهم آمنوا كما كذلك أيضا هذه الآية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السواء مثل ما تقدم في الآية قبلها في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني من جهة الإعراب وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس هذا يبين أن الإسلام دين الفطرة وأن القلوب تقبل عليه وأن الناس أقبلوا إلى دين الله وأسلموا فلهذا أسلم عامة الأوس والخزرج آمن الناس وأسلم الناس فهو دين الفطرة تقبله القلوب إنما تنبوا عنه تلك القلوب الزائغة التي انقلبت كما قال سبحانه قلبوا أفئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طويانهم يعمهون آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم السفاء ولكن لا يعلمون في قوله في قولهم أنؤمنوا كما آمن السفاء هل هذا القول منهم قول ظاهر مسموع أو ليس مسموعا لأن الله يقول سبحانه وإذا قيل لهم آمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفاء أليس كذلك طيب إذا كانوا يقولون أنؤمن كما آمن السفاء هل يكون هذا نفاق واضح السؤال لأنهم قالوا أنؤمن كما آمن السفاء وإذا قيل لهم قالوا قيل لهم آمن كما آمن السفاء يعني ظاهر هذا أنه قيل لهم آمن كما آمن قالوا أنؤمن كما آمن السفاء ألا إنهم سوال لكن لا يعلمون هذا نعم لا ظاهر أنهم يقولونه القول واضح أنهم قالوا ذلك هم قالوا ذلك قالوا أنؤمن كما آمن السفاء ما الجواب عنه نعم بس هم صرحوا قالوا كما آمن السفاء سموا يعني لعنة الله على هؤلاء المنافقين حين قالوا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنهم سفاء هم يقولون هذا والعياذ بالله لكن فيما يظهر أن الله حكى عنهم ذلك وأنهم يقولون ذلك سرا فيما بينهم كان بعض يختبر بعض يقولون فالله سبحانه وتعالى أظهر هذا القيل الذي كتموه أظهر هذا القيل ماذا الذي كتموه وهو قولهم أنؤمن كما آمن السفاء أظهره وبينه أن الله سبحانه أظهره لأهل الإيمان لأنهم يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وهم لشدة كفرهم الباطن وحمقهم سموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السفهاء من هو السفه؟ السفه من هو السفه؟ السفه في اللغة من هو؟ ضعيف التصرف السفه من هو؟ ضعيف التصرف ومنه قولهم ثوب سفيه ثوب سفيه اسمعنا ثوب سفيه يعني رديء النسج رديء النسج والثوب الذي لا يتحمل ومنح ذلك فالمعنى أنهم خفاف العقول ضعاف وصفوهم بهذا الوصف ولهذا أسجل الله عليهم سبحانه وتعالى بقوله ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يشعرون هذا هو الظاهر والله وأعلم أن هذا القول كانوا يقولونه فيما بينهم وأن الله سبحانه وتعالى أظهر ذلك وبيّن ذلك حينما قالوا ذلك وإذا قيلوا آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون هنا قال لا يعلمون وفي التي قبلها قال لا ولكن لا يشعرون والذي يظهر والله وأعلم وهذا واضح ذكر بعضها العلم أن قول لكن لا يعلمون ليس المعنى الذي يظهر والله وأعلم ولعل يأتي إن شاء الله إشاره إليه في الدرس القادم يتعلق بأنواع النفاق ولهم نوع واحد أو أنواع من المنافقين أن الله سبحانه وتعالى قال ولكن لا يعلمون ليس المعنى نفي العلم الذي هو بمعنى معرفتهم بالحالة عليهم لكن نفي العلم الحقيقي نفي العلم النافع العلم متى ينفع العلم ينفع إذا عمل به صاحبه وإلا إذا كان لا يعمل بعلمه فعلمه ماذا حجة عليه ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى عنهم العلم فقال ولكن لا يعلمون لأن العلم الحقيقي هو العلم الذي يعمل به صاحبه والعالم الحق هو العالم بالله العالم بدين الله سبحانه وتعالى العالم بالله العالم بأمر الله لكن إذا كان إنسان يعلم أوامر الله سبحانه وتعالى لكن لا يعمل بها ويخالفها ويقع في مثل هذا الوصف الذي عليها للنفاق لا شك أن هذا العلم حج عليه وقد يكون على وصف عظيم من النفاق كما عليه أهل النفاق فلهذا قال سبحانه وتعالى ألا إنهم هم السفاء لا شك أنه لا أسفها ممن أهلك نفسه وضيع نفسه في سبيل تحصيل دنيا بأن يصانعه بأن يظهر الإسلام والإيمان وهو في الحقيقة مبطل للكفر لأجل أن يتحصل على شيء من أمر الدنيا من مغانم الدنيا وقد أهلك نفسه هذا هو السفيه حق ولهذا قال بعض العلماء لو أن رجلا أوصى هذا المال قال أوصي به لأعقل الناس قال بعضها العلم إنه يكون للزهاد لأنهم أعقلوا الناس هم الذين عقلوا أمورهم وعقلوا العلم النافع الذي به يعملون ويكون علمهم به نافعا أسألوا سبحانه وتعالى يجعلوا إياكم ممن علم وعمل وأسألوا سبحانه وتعالى أن يزيدوا يكهدا وتقى إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر